بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا قو فعل أمر من الوقاية إنه طلب أن يكون الإنسان حاميا عن نفسه هلأ واحد منا بيعرف من داخله بالوجدان أنه الإنسان مأمور بكيانه الداخلي أن يدافع عن نفسه هلأ واحد افترضنا بيقع عن الدرج مباشرة المخ بيعطي أمر أنه يدافع الإنسان عن جسده وهكذا حتى بالحياة العقلائية العادية العرفية واحد هجم الثاني مباشرة بيجو بد يرد بد يحامي عن نفسه الكلام هو عن الحماية عن الوقاية ولكن الوقاية هون هي وقاية من نوع آخر ليس فقط في الوقاية المادية نعم الإسلام التفت إلى موضوع الوقاية الجسمية المادية من لاحظ نحن في الأحاديث الشريفة أديش فيه حث على مسألة النظافة هلأ بزمن انتشار فيروس كورونا من المستحسن أن الواحد يطلع على الكمية الكبيرة من الأحاديث الشريفة التي تحدثت عن النظافة والتنظف وأنه من أخلاق الأنبياء وأن الله لن يدخل الجنة إلا كل نظيف ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت أنه قبل الطعام يغسل الأيدي وبعض الطعام يغسل الأيدي حتى خيوط العناكب بالبيوت في نهي أن تكون أن تبقى القمامة أو القمامة في المنزل ليلا وفي الأماكن أو في بعض الأماكن العامة يعني الأمر هو متطور أكثر عن مصطفى الأحاديث حتى ورد أنه إذا تنجس المسجد فيجب تطهيره فورا يجب أن ينظف بطارة خاصة طبعا هذا الأمر له بعض أيضا معنوي وهو ما تشير إليه الآية ليه؟ لأن المسجد هو بيت الله له نسبة إلى الله سبحانه وتعالى ولكن إذا نظرنا إلى الأحاديث وهي تتحدث عن بيت لله ولكن هو بيت من نوع آخر نلاحظ أنه يوجد حديث أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام يا داود فرغ لي بيتا أسكن فيه قال يا رب جللت عن المسكن كيف يسكن الله سبحانه وتعالى في بيت مادي وهو لا جسم له فأجابه الله سبحانه وتعالى فرغ لي قلبك قلب الإنسان هو بيت الله الحقيقي البيت المعنوي قو أنفسكم وأهليكم نارا قو أنفسكم نارا يعني هذا القلب عليكم أن تحموه هذه النفس عليكم أن تحموها الحماية الأولى هي أن يطهر الإنسان قلبه على المسجد يجب أن يطهر لأنه بيت الله اعتبارا فمن باب أولى إذا كان قلب الإنسان هو بيت الله الحقيقي فمن باب أولى يجب أن يطهر فورا كيف يطهر الإنسان قلبه القلب يولد كصفحة بيضاء كلما أذنب الإنسان ذنبا نكت في تلك الصفحة البيضاء نكت سوداء كيف يطهرها؟ الإمام علي عليه السلام يقول باختصار التوبة تطهر القلوب التوبة هي المطهر هلأ واحد بروح من فيروس كورونا احتياطا له يطهر بتلك الأدوات التي أدوات تعقيم هنا يوجد مطهر معنوي هو التوبة طبعا حتى الواحد يعني يسير يكون عنده حافزية للتوبة علي أن يتفكر في هذه الدنيا وأن يتفكر في موقع الضعف والفقر الذي هو فيه لاتحدثت عنه باللقاء السابق أنتم الفقراء إلى الله في لطيفة أن أحدهم جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام هذا كان يعص الله يعص الله يعص الله فأراد أن يطهر قلبه يريد المطهر فوجد ضلته عند الإمام الحسين عليه السلام يبنى رسول الله إني مسرف على نفسي فآتني ما يكون لها واعظا أو مستنقذة فأجابه الإمام الحسين عليه السلام بجواب هو يعني مقاربة للتفكر قال له خذ مني كما وردت في مضمون الرواية خذ مني خمسة خصال إن قدرت عليها لن تضرك المعصية جاء الفرج هاتها ابن رسول الله قال له إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه قال من أين آكل وكل ما في الأرض رزقه قال له أفيحسن بك أن تأكل رزقه وأن تعصيه قال له هاته الثانية قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من بلاده قال وأين أسكن وكل ما في الأرض ملكه قال آفيحسن بك أن تأكل رزقه وأن تسكن بلاده وأن تعصيه قال له هاته الثالثة لعله أهوى قال إذا أردت أن تعصي الله فانظر موضعا لا يراك الله فيه قال وأين أذهب ولا تخفى على الله خافيا قال له أفيحسن بك أن تأكل رزقه وأن تسكن بلاده وأن تعصيه وهو بمرأة منك ومسمع قال له هات الرابعة قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أمهلني حتى أتوب قال لا يقبل قال أجبره على ذلك قال كيف أكرهه ولا أملك لنفسي معه شيئا قال إذن طب قبل فوات الأوان قال على كل بقيت الخامسة فهاتها قال إذا جاءت الزبانية ليأخذوك إلى الجحيم فلا تذهب معهم قال حسبي الله حسبي الله أستغفر الله وأتوب له ولن يراني بعد اليوم فيما يكره إذا تفكر الإنسان بهدوء فإنه لا بد أن يرجع أن ينوب هي الإنابة التوبة هي رجوع واحد حرف عن الخط التوبة يعني رجع وامشي على الخط الصحيح الله تعالى هل يقبل ذلك نعم الله يقبل ذلك هلأ في بعضهم بيقول ما أنا عصايت وعصايت 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 ما أقولي الله سبحانه وتعالى أن يقبلني طب عصايت أتوب أعصي أتوب أعصي أتوب أعصي أتوب ممكن الله سبحانه وتعالى أن يقبلني لأنه ممكن واحد هلأ يجي مثلا يقل لي أنه أنا يعني عملت معك شغلي بش منيحة سامحني بقل له سامحتك مرة ثانية سامحتك مرة عاشرة بقل لي شو بدك فيه الواحد هذا شو بده اللي يعمل معك هيك الله سبحانه وتعالى هل يقبلوا توبتنا هل يسامحنا مرة يجل عندي شخص هلأ بالشكل ليش احكي عن شكله وطبيعة الموضوع اللي طرحه كان موضوع ليفت قال لي أني ما بحب صلي ما بحب فوت على مزل ما بحب افتح قرآن حكيت معه وقلت له أنه عادة الإنسان لما يعني يعصي الله سبحانه وتعالى قال له هو يخطئ بحقي نفسه فهيدي بتعمله ردة فعل قلت له مثلا إذا أنت غلطان معي غلطة كتير يعني غلطة كبيرة وأني مش عارف بسر أنت تكره تشوفني لأنه أنت عارف أنه مخطئ ذلك الخطأ طب نحنا مع الله سبحانه وتعالى كيف نتعاطى بهالمسألة هاي البعض شو بيفكر أني هلأ غلطت رحت تبت غلطت تبت غلطت تبت غلطت تبت طب الله سبحانه وتعالى بيسامحنا هون ممكن واحد شو يفكر أنه الله سبحانه وتعالى صار يبغضني لأنه صار يبغضني يعني بصير واحد ما يروع على المسجد ما يحب يصلي ما يحب يفتح رؤان أنه هو اللي أخطأ بحق نفسي ولكن الله تعالى يفاجئنا يقول إن الله يحب التوابين يعني يا عبدي عصيت توب عصيت توب عصيت توب ما هني التوابين يعني عم يعصو يتوب عم يعصو يتوب عم يعصو يتوب إذا عصيتني ثم تبت عصيتني ثم تبت إني أحبك أنت حبيبي نحن كتير كتير يكون عم نغلط إذا فكرنا أنه الله سبحانه وتعالى حينما نكون من التوابين يخرجنا من ساحة حبه الله هو الحب هو الذي يريدنا أن نتغير طيب السؤال الأخير أنه الله تعالى يحب التوابين كيف أتوب خلق من مجمل أحاديث في أربعة أركان للتوبي الركن الأول أن واحد يندم بقلبه أن ندم بالقلب الركن الثاني هو أن يضمر وأن يعزم أن لا يعود إلى المعصية العزيمة أن لا يعود إلى المعصية إذا واحد ندم بقلبه صار عنده عزيمة ما عد بدي يعود إلى المعصية بيبقى فيه برنامج بين هلالان إذا قدم وعمل به بيكون مشي بباب التوب أول شي بالنسبة لحقوق الناس إذا في حقوق للناس هون يعني منصح أن واحد يجيب افترضنا يجيب ورقة يكتب عليها حقوق الناس واحد غلطان مع الناس خاصة بالأمور المالية يكتبهم كلهم يتسامح منهم حتى لو هو عنده حرج أن يذكر اسمه بطريقة ما يعطي المال للناس أو يسامحه الشخص ولو ما عرفه مين هو إذا ما بيعرف الناس في شي اسمه رد مظالم هاي بتندفع بطريقة شرعية معينة للفقراء حتى تكون صدقة مقابل طلب الناس يوم القيامي العنوان الأخير والرابع هو الحقوق الإلهية واحد عليه صلاة عليه صوم عليه بعض الأمور الشرعية بيكتبه بيحمل ورقة بيكتبه قديش عليه صلاة قديش عليه صوم إذا عليه كفرات وهلأ هالأيام قاعدين بالبيوت احتياطا مما يجري في هذه الأيام في واحد يغتنم وقته يعمل برنامج لقضاء الصلاة برنامج لقضاء الصوم إذا عليه قضاء نحن هلأ بشهر شعبان المبارك وأيضا أنه يحسب الإعلام من الناحية الشرعية حتى يمشي ببرنامج التوبة والحمد لله رب العالمين